دو سازد هم المثقفين فين المثقفين يعني حضرتك أنا ريبيت أتليل قاهرة هاك تعلم يعني أنا كنت أمشي أتكابل يعني لما بس يعني أما أعود مع حد صغير يعني معرفش أرفع رأس يفوشه يعني ما كونش على قدر أن أنا يعني ده الصغيرين دول كانوا المثقفين الصغار يعني وقتها أين المثقف في المصري الآن يعني أنا النهاردة يوم ما دور على مثقفين مصريين زي اللي أنا كنت أتكلم عن يومين أين ذهبوا؟ ليه كمان مطلعش المثقفين جدد؟ شوف هو المثقفين ودعوهم حساس جدا وبرضو هتكلم بصراحة هم في فترة ما كانوا جزء من النظام جزء ده وقت رئيس عبد الناصر لا كل الفترات كل الفترات المثقفين كانوا جزء من النظام كانوا جزء من النظام ده شيء جميل جدا وبعدين بعضهم كان أصوات للنظام وبعضهم كان خارج النظام ودونا يتحبسوا تحبسوا الله أنت من تعارف اللي حصل أنا كنت موجود يا فندم أنا كنت موجود كويس فدي كانت مرحلة مرحلة تانية يعني هقرب بقى شوية واقول المثقفين دلوقتي ما باقي منه وعلى فكرة الباقي اللي باقي هو القليل مش لقين حد يكلموه مش لقين حد يكلموه يعني الأول كانوا مستوعبين داخل النظام يعني إيه قدر يكلم حد عند الرئيس عبد الناصر الرئيس السادات الرئيس مبارك يعني وكانت فيه لقاءات شكلية كده وكل واحد بيقول له بقين زي ما انت عارف ويمشوا واخدت لك لكن كانت فيه مكاسب كانت فيه مصالة كانت فيه يعني مناصب هيئة الكتاب ومجلة المسرع وهيئة المسرع يعني كانوا موجودين كمان في مناصب موجودين في مناصب مستفدين وجوز اه اه اتهمش لأنه هو ما كانش مرغوب فيه برضه فيه ناس دفعت التم يعني يعني هذا ما يبيع مكتبته في يوم من الأيام ويقعد في بيته أو ما ليش حتى يكتب فيها ده كان موقف سياسي ومش ثقافي وغيره بقى اخد عندك كتير يعني لكن بعد كده النهاردة هتقول لي عدتهم قال اوكي مش محدود لكن موجودين هم بعد 25 يناير حصل انقسام بينهم المثقفين مصريين حصل بينهم منقسام بعد 25 يناير بتأكيد بتأكيد هم حسوا بخيبة أمل بعد الإخوان ما دحكوا عليهم ترجمة نانسي قنقر